نحال يمني اسمي طاها يحيى علي عبد المهيمن بديت بالنحل من 2006 وكان من 2006 كل سنة تكاثر تكاثر النحل وانتاج ما شاء الله يعني انتاج يعني بشكل ما يتخيل انتاج كميات والمبيدات ما تأثر فيه بناء قصة انتق والنحل بداية معي من 2006 بديت ب30 صندوق حتى قد 2015 معي ثلاثة ألف 2016 بديت اطلع فوق الثلاثة ألف لما وصلت حتى سبعة ألف خلية 2020 وصلت سبعة ألف خلية من 2020 ظهرت لنا مبيدات مبيد حشري يعني ضارة بالنحل غير طبيعية من 2020 أو 2017 بديت قليل ب2020 انتشرك وبدأ بديت حتى الانتاج الأقوى أخففنا كانت حاولت اني وصل عملي كشغل مؤسسة كشغل شريكة بالنحل يعني ماكو شغل نحال بس كشغل شريكة بالنحل عدة مواقع عدة دي الناس استهدف شبوة حضرموت العصيمات صعدة الجوف بس أصبح المناطق اللي بهن السم تنتهي النحل في بهن يعني مع فاقي معنا لمناطق محصورة اللي عادية توجد ما في بلا زراعة لا قات لا حتى لا أصبح انه لحد الحب حب الطماط السم هذا يوصل لهن واستهدفنا أصبحنا نهرب الصحاري اللي عادية ما في بها الزراعة وخفت الكمية الانتاج يعني مع هروبنا من القات من المناطق اللي في بها قات الانتاج خفي علينا لأنه الأكثر المناطق في بها قات اكتاحت علينا السدر والعسال وهذا مع ابن الانتاج قليل بحنا سبب المبيد الحشري نهرب المناطق اللي هي بعيدة وتتزاحم علينا النحل والانتاج يخف كل سنة يخف يخف يعني لا حتى وصلنا وقوف انماء بالنحل وقفنا من الانماء يعني تكتير الكمية خلاص وقوف يعني على سبعة الف واقف أنا من النحالة الكبار اللي يشتغلوك وشغل شرائك ما بالنحالة الزغار عدد كبير يعني عدد لا يتصور أكثر من ثمانمائة نحال اللي يخلس أكثر من ثمانمائة نحال هذا اللي هم الطبق اللي هم معي الله مئتين صندوق طلاثمائة صندوق قال انتهي وما ذكرش النحالة الكبار غيري اللي من حضره موت انتهت عليهم نحل عندنا بالشمال هذا نرقب من الدولة والقهات المختصة والوزارة ان يتساعد معانا كنحال اكبر دعم لكل نحال لكل فرد اني يكون انا في امان يعني انا الان اصبحت ما فيش امان عندي يعني مثلما اللي اروح بعد نحلي مثلما اللي خائف صاروخ من نس يعني خائف من السم هذا يبروش هذا يروش اصبحت انا ولا الرعية بقضية يعني اصبح الرعوي عدوي صاحب المنطقة اللي عنده انا بدل ما يكون هذا يشوفه انا كعدو هو يشوفه انا كعدو لاني انا مشتوش يسمم حقه لذا وهو في البديل الشيوم يوقدوا البديل من المبيدات هذه اللي تكون ما هي ضارة بالنحل يعني اللي تكون تفيد المزارع وانا ما اضرر كنحال يمني اشتركوا في القناة